اشتركوا في القناة المداخلة هو قواعد وضوابط في فقه الصيام هذه القواعد وهذه الضوابط هي قطعا وفق المذهب المالكي والامر الاخر هو ان هذه الضوابط وهذه القواعد ليست هي كل القواعد التي توجد في هذا الباب لان الصقف الزمني المخصص لهذه المداخلة لا يسمح بذلك والغرض من هذا العرض هو امران الامر الاول غرض منهجي وهو تعرف منازع العلماء ومآخدهم في تقرير الاحكام والغرض الاخر هو غرض معرفي وهو الاطلاع على بعض الفروع التي نأتي بها في هذه المداخلة تمثيلا وتوضيحا للقواعد هذه القواعد قسمتها الى ثلاثة مجموعات او الى ثلاث مجموعات المجموعة الاولى تتعلق بوقت الامساك ووقت الفطر والمجموعة الثانية تتعلق بالاعذار المبيحة للفطر والمجموعة الثالثة تتعلق بجبر الفطر في رمضان بالقضاء او بالكفارة او بالفدية الى اخرى بالنسبة للمجموعة الاولى وهي قضية الامساك والفطر في رمضان لدينا قاعدتان الاولى تتعلق ببداية رمضان وبداية شوال يعني بداية شهر رمضان ونهاية شهر رمضان الله عز وجل تحدث عن ان الصيام يجب على من شاهد الشهر فمن شاهد منكم الشهر فليصمه لكن ما نعرفه جميعا ولا سيما في ظل تقدم العمران والوضع الذي نعيشه في هذا العصر ان قليلا منا من يمكن ان يتيسر له رؤية الهلال وبالتالي فالقاعدة هي ان هلال رمضان او هلال شوال يثبت بامرين اما برؤية مستفادة واما بحكم الحاكم برؤية مستفادة يعني ان ينتشر بين الناس خبر الهلال او بحكم الحاكم بان يحكم به الحاكم ويقرر بانه قد شهد الهلال وبالتالي يصوم كافة الناس القاعدة الثانية تتعلق بوقت الامساك في نهار رمضان متى يجب ان يمسك في الصباح قبل الفجر متى يمسك ومتى يباح له الفطر في الليل الله عز وجل قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل ولكن كما قلنا سابقا ليس كل الناس يتيسر لهم ان يعرفوا اوان الفجر واوان الغروب فالقاعدة هنا هي كل من كان في مصر فيه المؤذنون فامساكه وفطره بسماع الاذان كل من كان في مصر فيه المؤذنون يعني الاذان فيه منتظم يرفع باوقات معينة وفيه مؤذنون المكلفون بهذه المهمة فان امساكه وفطره لا يراقب فيه غروبا ولا فجرا وانما يراقب اذان المؤذن فاذا اذن المؤذن فقد افطراء الصائم او فقد امسك الصائم عن الاكل والشرب المجموعة الثانية التي تتعلق بالاعذار المبيحة للفطر القاعدة الاولى تتعلق بما هي المفترات المفترات ثلاثة داخل وخارج وعائد داخل من اكل وشرب وإلاج من طبيعة الحال الاخل والشرب يبغي ان يكون مما يغتدى به مما يؤكل عادة والخارج من الجوف وهو المني والمذي والحيض فكل ما يخرج من الجوف من هذه فانه يبطل الصيام يفسده ويفسده نعم والعائد الى الجوف وهو ما كان في الجوف وخرج ثم عاد إليه وهنا نتحدث عن القي وعن القلس وعن البلغم فهذه الثلاثة التي تعود بعد خروجها لها ضابطان الضابط الاول هو اللا يتعمد اللا يتعمد إدخالها اللا يتعمد إعادتها مثل القي والضابط التاني ان لا تكون مما يؤكل فالقيء هناك فرق بين القيء والبلغم والنخامة النخامة يعني لا تفتر في جمع الأحوال فإذا لم يكن مفترا ولم يسترده عمدا فإنه لا يفتر أما إذا استرده عمدا فإنه يفتر هذا بالمجمل ما في هذه القاعدة وفيها تفاصيل قد يعطر عليها الأفاضل في تفاصيل الفقه القاعدة الثانية هي يقره التغرير بالصيام يقره التغرير بالصيام يعني ما معنا التغرير هي المخاطرة بالصيام لا ينبغي للصائم أن يقدم على أمر فيهما ظنة الإفساد هو لا يستيقن منه الإفساد ولكن فيهما ظنة الإفساد وهنا العلماء يتحدثون عن كثير من الفروق يتحدثون مثلا عن القبلة عن المباشرة عن معانقة الزوجة عن التفكر الدائم في الجماع فهذه الأشياء قد تؤدي إلى خروج شيء يفسد به يفسد به الصيام فالإقدام على هذه الأمور مكروه وكذلك استعمال بعض الأمور كالسواك مثلا كالسباحة كالاستنشاق النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فينبغي للصائم أن يتجنب كل الأمور التي يخاطر بها يخاطر بسببها بصيامه فهذه الأمور يكره ابتداء أن يفعلها الصائم لا ينبغي له أن يفعل مثل هذه الأمور من سوء الأدب من سوء الأدب الصائم أن يفعل مثل هذه الأمور ولكن إذا فعلها فإن العبرة تتعلق بوصول شيء إلى الجوف فيما يتعلق بالأكل والشوف فإذا أحس بأن شيء ما قد وصل إلى الجوف فإن صيامه قد فسد وعليه القضاء وكذلك إذا خرج شيء بسبب القبلة والمداعبة والمباشرة وغيرها فقد فسد صومه عليه قضاؤه وبطبيعة الحال في مثل هذه الحالة لا نتحدث عن العمد القاعدة الأخرى وهي في الحقيقة قاعدة يعني لا تتعلق فقط بالصيام ولكن نذكرها للحاجة إليها تتعلق بالنساء كل دم القاعدة هي كل دم تراه المرأة في أوانه فهو حيض وإن خالف العادة كل دم يأتي في الوقت الذي تأتي فيه العادة الشهرية عادة فهذا يعتبر دما يعتبر دم حيض والمرأة لا ينبغي لها أن تصوم ولا يصح منها الصوم فيمكن المرأة أن تعتذى يوم معين يأتي فيها الحيض فإذا جاء قبل ذلك اليوم المعتد بيوم أو جاء بعده بيوم فهو حيض لتقارب المدة فكل حيض فكل دم تراه المرأة في أوانه فهو حيض وإن خالف العادة القاعدة الرابعة هنا هي كل من أفطر لعذر يجوز له استدامة الفطر بقية اليوم وإنزال العذر ومن أفطر لغير عذر وجب عليه الإمساك بقية اليوم الإنسان إما أن يفطر العذر واضح كالمسافر مثلا كالمرأة في طحيض أو مثل هذه الأمور وإما أن يفطر الإنسان لغير العذر نسيا فأكل أو شرب أو يعني داعب زوجته فخرج منه شيء ففسد صومه فمثل هؤلاء الذين ليس لهم عذر في الفطر يجب عليهم أن يمسكوا بقية اليوم والذين لهم العذر يمكنهم أن يستديموا الفطر وأن يأكلوا طيلة ويشربوا طيلة النهار ولذلك العلماء هنا يتحدثون عن رجل يقدم من الصفر فأفطر بسبب صفر فاله عذر الفطر وهو الصفر ويجد امرأته زوجته قد طهرت من دم الحيد فلها عذر الفطر لأنها لم ترى الطهرة إلا بعد الفجر فيمكنه أن يجامعها في نهار رمضان لأن كليهما له عذر في الفطر والله أعلم ثم المجموعة الثالثة المجموعة الثالثة تتعلق بجبر الفطر في رمضان إذا أفطر الإنسان في رمضان سواء عمدا أو ضرورة أو سهوا فإما أن يلزمه القضاء وإما أن تلزمه الكفر وإما أن تلزمه الفدية القاعدة الأولى هي كل من أفطر في رمضان وجب عليه القضاء إن استطاعه بالنسبة لمذهب المالكي لا فرق بين من أفطر ناسيا ومن أفطر يعني متعمدا بالنسبة للقضاء الفرق في الكفارة ولكن بالنسبة للقضاء كلاهما يقضي ذلك اليوم لا بد لكل من أفسد صومه بشيء من مفسدات الصوم لا بد له أن يقضيه بغض النظر هل تعمد أم لم يتعمد تعمد القاعدة الثانية تتعلق بالكفارة وهي القاعدة تقول الكفارة لا تجيب بتعمد الفطر وإنما تجيب بتعمد إفساد الصوم إذن الكفارة صوم شاري المتتابعين أو غيرها إنما تجيب على الصائم عندما يقصد لإفساد الصوم وليس عندما يتعمد الفطر فالإنسان قد يتأول قد يظن بأن له عذرا في الفطر فيفطر بناء على هذا التأويل بناء على ما يعتقده فهذا يعتمد فهذا يتعمد الفطر لكنه لا يتعمد إفساد الصوم فإذا هنا لا تترتب الكفارة أما من كان يستهيل بأمر الصوم وأخذ يعني يلعب في أمر الصوم فهذا إذا أراد أن يجبر ما عليه فعليه الكفارة فالكفارة إذن تتعلق بقصد إفساد الصوم وليس بقصد الأكل أو الشرب أو الجمع القاعدة الثالثة أو نعم القاعدة الثالثة هنا وتتعلق بال الفدية الفدية بالنسبة لفقه المالكي كل من أفطر كل من أفطر في نهار رمضان لعذر شرعي لا يلزمه شيء لا قضاء ولا كفارة ولا فدية نعم يجب عليه القضاء نعم يجب عليه القضاء إذا استطاع أن يعني يقضي بعد رمضان يجب عليه القضاء ولكن لا تجب عليه الكفارة ولا تجب عليه الفدية ما دم أنه قد أفطر لعذر فالغرض هنا أن كل من أفطر لعذر لا فدية عليه لا فدية عليه الفدية في الفقه المالكي تتعلق بمن أفطر لغير عذر فكل من أفطر لعذر فلا فلا فدية عليه القاعدة الثانية تكمل القاعدة التي قبلها وهي أنه تستحب الفدية لكل من أفطر لعذر لازم الذين يفدون يعني تستحب لهم الفدية في الفقه المالكي هم الذين يفطرون ولكن لا يستطيعون أن يقضوا ما أفطروه في رمضان لهم عذر مرض مزمن أو غيره عذر يلزمه طول حياته فهؤلاء يستحب لهم لا يجب يستحب في حقهم أن يعني أن 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 يفدوا فإذا القاعدة تستحب الفدية لكل من أفطر لعذر لازم والقاعدة الأخيرة تتعلق أيضا بالفدية تجب الفدية مع القضاء على كل من فرط في قضاء سوم حتى جاء رمضان القادم فإذا فيما يتعلق بالفدية لدينا ثلاث قواعد القاعدة الأولى وهي أنه كل من أفطر لعذر لا تلزمه فدية لقاعدة الثانية يستحب الفدية فقط لمن أفطر لعذر ولا يستطيع أن يقضي ذلك اليوم فقط يعني تستحب في حقه وإن وإنما وإنما تجب على الإنسان الذي أفطر لعذر وفرط وتهاون في قضاء ما فاته حتى دخل رمضان القادم فهذا يجب عليه أن يقضي ويفدي مكان كل يوم فدية كما هي مقررة في تفاصيل الفقه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته